يا للإنسان قبضة من تراب في بيداء العجلات مسكين لم يكن شيئا مذكورا فتعرض لحمل الأمانة العظيم ومن أحق بنعة المسكنة من محاصر بالضعف مستعيد من شر نفسه لا ينهض حتى يعرض له هوا يقعده أو فتنة تتهادى بين يديه بضوء زالف فهو دائم الفرار إلى ربه من ضعفه وعجزه وعثرات الدنيا وربه يرحمه فيقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا مسكين ممن يلتحك بمعنى الإثار الذي عرجنا عليه فيما مضى أن العبد المسكين يكون مستشعرا من يشاكله لا أقصد بالمسكنة هنا مسكنة المال وحسب لكن أقصد أننا في حقيقتنا كما قلنا ورسخنا أننا نمد بجذورنا إلى التراب وأننا فانون وأبناء فانين وأننا ضعفاء وأبناء ضعفاء وأننا فقراء وأبناء فقراء فمن كانت هذه خصاله فلا ينبغي أن يغادر شعوره بغيره يعجبني بيت شعر هذا الشاعر الفارس النبيل أبي فراص الحمداني رحمة الله عليه يقول إنما الجود ما أتاك ابتداءا لم تذوق فيه ذلة التردادي إنما الجود ما أتاك ابتداءا كيف يبتدئك الإنسان يتجسس يتحسس حاجتك سيدنا عمر رضوان الله عليه كان يقول أشبعوا الناس في بيوتهم لا تحوجهم إلى المسألة قال رب العالمين سبحانه وبحمده في نعة أولئك الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف في تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافة هؤلاء الذين أسكتتهم الحاجة وابتعدوا خلف حجاب الحياء ينبغي أن نجوس الديارة نفتش عن أولئك لا ينبغي أن يكون زميلك في العمل أو جارك في السكن محتاجا وأنت لا تدري هذا التقاطع والتدابر وأن يعيش الإنسان في صومعة نفسه لا يهمه غيره هذا ليس خلقا تكون به المجتمعات هذا التراحم ينبغي أن يعود ليس منا قال صلى الله عليه وسلم من بات شبعان وجاره جائع ولا تعتقد أن الجوارة عند العرب قديما أن البيوتات كانت تكون متناوحة متلاسقة متجاورة كحالنا الآن في مدننا الحديثة بل كانت بيوت الشعر وكان الرجل يكون هكذا وعلى مسافة بعيدة وإن كانت ترى يكون بيت جاره حيث يسع هذا المكان الرحل مال الرجل يعني إبله وغنمه وما يكون من ماله ومع ذلك يقول جاره سمى جاره تتحسس حاجته كان يقال عن بعض السلف يقال عنه جاسوس القلوب داود ابن الورد جاسوس القلوب هذا الذي كان يحدث الناس بما يكون في قلوبهم يقع له الخاطر الصادق فيكاشف فيقع في قلبه أن بك حزنا أو أن بك غم أو أن بك حاجة هذا المعنى ينبغي أن نبعثه من جديد أن ننخلع من هذه المادية التي أثقلتنا فحجبت بصائرنا وأن يشعر كل منا بالآخر في البساطة كانت تكتب عبارة لا أدري هل تكتب الآن أم لا الإحساس نعمة وهذه كلمة رائعة الإحساس ذلك الذوق حتى في العطاء حتى في العطاء يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أنت أعطيت فأنفقت لا تلحق ذلك بالمن والأذى ولا تحوج الرجل أن يسأل أو أن إذا أتاك سائل في أمر من الأمور ليس شرطا أن يكون مالا سألك في وظيفة في حاجة في مشكلة شخصية في أي شيء لا ينبغي أن تعري جراحاته ولا أن تريق مأواجه ويعجبني ذلك الذي رواه القاضي التنوخي رحمة الله عليه في كتابه الجليل الذي طبع في خمس مجلدات وهناك طبعة في مجلدين كل مجلد من جزئين وهو كتابه الفرج بعد الشدة ولو كتاب آخر اسمه نشوار المحاضرة الفرج بعد الشدة فيه كثير من القصص التي كنت أحب أن أجول فيها لماذا لأنني قلت لكم كثيرا إن العبد إذا أراد الدخول على ربه سبحانه وبحمده فلابد أن يرى فعل المخلوقين مع بعضهم حسنا أو قبحا لكي يعلم أن الله رب العالمين أكرم وأرحم وأرأف سبحانه وبحمده فإذا طالع جود أحد من الناس فليرتفع بحسن ظنه في ربه أن يتدركه برحمته وأن يعظم له فضله سبحانه وبحمده إذا رأى أحد من المخلوقين كذلك فمن فقه العطاء أن الإنسان يكون عنده حساسية لا يحج غيره إلى أن يهتك سدره ما ذكره القاضي التنيوخ رحمة الله عليه في قصة أحبها كثيرا أن رجلا لحقته حاجة نفد ما عنده من الزاد فقالت له زوجه إن والينا سعيد بن العاص يذكره بجود كان واليا سعيد بن العاص كان واليا في العراق ويذكر بالجود فذهب فالتمس منه شيئا لنا وكان الرجل عفيفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة كل عفيف متعفف ذو عيال عنده عيال يحتاج وكما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الأولاد عن العيال أنهم مجبنة مبخالة يجعلون يحملوا الرجل على أن يكون خائفا على رزقه على حياته لأنه صار له ولد كما قيل هذا زمان من تزوج فيه فكأنما ركب البحر فمن ولد له فكأنما كسر به كذا صلة الإنسان بولده تكون باب ضعفه فقالت له يعني لكن الرجل كان عفيفا فما أصغى إلى زوجه واحتمل صابرا فنفهد الزاد تماما فقالت له نحن نصبر ولكن أبنائنا لا يصبرون أفلا ذهبت إليه فداخل على سعيد في مجلسه العشي والناس من حوله فأفسر سعيد رجلا غريبا فقال أيها الرجل ما حاجتك تفضل يعني مرنا فأسكتت الرجل نفسه وأسكته حياؤه سعيد لا يقول تكلم تكلم فلان ده ده أخوي ومش مشكلة يعني هو زي يعني لماذا لماذا نفعل هذا بالناس هذا أخوك صفيك كما تحب لكن لا تجرحني أنا لا تعري فقري لا تعري حاجاتي بين أديه لا ترق ماء واجهي يكون عندنا تلك الحساسية تلك الشفافية هذا الرقي هذا الذوق المسكين لا يذل غيره لا يحوجه إلى هدك ستره فسكت الرجل ووالله أقول دائما إن فعل سعيد خير من بذله رحمة الله عليهم وعلى هذه النفوس المباركة فقال سعيد لجلسائه انظروا إلى قال سعيد لجلسائه قوموا قوموا عنا فقام الناس ولم يبقى إلا يعني الخدم والحرس الخاص فقال للرجل تفضل اذكر حاجتك فسكت الرجل فقال سعيد لجلسائه والخاصين من الأدني قوموا فقام فقال للرجل حاجتك يعني اذكر حاجتك فسكت الرجل سبحان الله رب العالمين هذا يدل على أن الرجل يعني الأمر كان ثقيلا عليه أسكت لسانه كان متحرجا سبحان الله رب العالمين سبحان الله فقام سعيد ففعل فعلة ما زالت تؤثر به قام فأطفأ السراج أطفأ المصباح كأنك تجلس أنا في غرفة فقمت فأطفأت المصباح فقال يا الرجل لست أرى وجهك فتكلم خذ راحتك قال أصابتني حاجة ذكر كلمتين وحسب مش قال له حاجة إيه يعني يعني قول لي يعني قول أنا أخوك ما يهمكش ومش عارفه كلام من ده لا تحرجه لا تحرجه ولا تحوجه إن بعض الأشقياء والعاذ بالله يذل أباه وأمه يكون يعلم أن أباه وأمه يحتاجان شيئا فيمن ويتكبر لا يدخل هكذا يسبق إلى حاجتهم فيقضيها ويكون ذليلا عند مواضع أقدامهم هذا هو المسكين حقا هذا هو المسكين الناجي كما قالت الجنة كما مضى معنا في الحديث الذي في الصحيحين من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه احتجت النار والجنة فقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين يعني أولئك الذين رقت قلوبهم ضعفاء والمساكين والدتي ولم يجعلني جبارا شقيا أن يكون الإنسان عاقا هذا جبار شقي والعاذ بالله لا سيام مع أمه فتخيل هذا رجل مع رجل أجنبي عنه غريب عنه ليست بينهما صلة هذه هي المرة الأولى التي يرى وجهه فيها والتي تصافح عينه فيها عينه ومع ذلك قال أصبتني حاجة ما أراق مأ وجهه وما ذبح قلبه فأدماء قال أبشر يا سلام كحال النبي صلى الله عليه وسلم مش كحاله طبعا يعني كأن فيه قبس من ذلك لما أتى المهاجرون والأنصار وسمع جماعة بقدوم سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه من البحرين بمالها فجاء يعني جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يعني لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قد أتى بمال من البحرين قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأبشروا وأملوا ما يسركم مشألهم أنتم أهل دنيا وكيف تتعاملون هكذا ومشأل فيهم هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي حاجة الإنسان الطبيعية للمال ثم نبههم إلى فقه المال فقال فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتهم المال خذ المال لكن لا ينبغي أن يأخذك المال المال أملكه لكن لا ينبغي أن يكون مالكا لك مالكا لك تمنع حق الله رب العالمين فيه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث أبي كبشة الألمار قال إنما الدنيا لأربعة نفر فذكر منهم أول الأصناف درجة وسموة رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمه هذه بركة المال هذا رجل ملك المال ولم يملكه المال وقال في السنف المضاد رجل آتاه الله مالا ولم يأتيه علما لم يكن زاكي النفس ولا يذب الله فهو لا يعرف لله فيه حقه ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ماذا أفاده المال هذا شقي والله هذا صار خازن مال هذا صار صيرفيا لم يعد صاحب مال المال هو الذي تملكه فأماله فاستخدمه والعياذ بالله فقال له سعيد أبشر إذا أصبحت إذا بلا عملنا فلان فإني سأمر لك بشيء مالوش أنا أديك حاجة حلوة كده ونغنغك وأعمل لم يمن عليه آل الكريم من الناس يعطي العظيم الجزيل ولا يلتفت حتى هذا كان عند الجاهليين عند الجاهليين عندما تقرأ في علي بن جدعان أو عندما تقرأ حتى مثلا بعد ذلك في الإسلام معنى بن زائدة أو هولاء الكرامة أو عندما تقرأ مثلا في حاتم 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 طيب له قصيدة عظيمة منها أنه يقول لزوجه لم تعلمي أني إذا الضيف نابني نابني يعني أتاني في غير موعد نابني وعز القراء أقرس سديف المصرهد انظر أتاني من غير موعد ولا ترتيب فماذا فعل والناس في مجاعة ليسوا في خصب ولم يكن معهم مال أقرس سديف المصرهد مال العرب الأشرف هو الناقة السديف المصرهد الناقة ذات السنام الضخم لا أتيه بنقة هزيلة هذا يعيبه يبذل العظيم الجزيل من أجل الذكر فكيف بالعبد المسكين الذي يبذل من أجل ذكر الله عز وجل له في الملأ الأعلى فقال لو سعيد اذهب إلى عاملنا فلان فإن سأمر لك بشيء ما شيء خلاص مش أنا فعلته أنا أديته أنا أعملته لحم كتافه من خير هذا الكلام لا يقول له مسكين لأن المسكين يعلم أنه لا يملك شيء أصلا على الحقيقة إنما المالك الله الحمد لله رب العالمين رب العالمين قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس سبحانه وبحمده وإن من شيء إلا عندنا عندنا خزائنه وأنفق من مال الله الذي أتاكم كل هذا تعرية للنسبة للنسبة إن من نعم الله عليك أن خلق ونسب إليك المال مال وهو مع ذلك تقول مالي 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 فذهب هذا الرجل إلى ذلك العامل فقال لو هل معك شيء تحمل فيه فأسقط في يد الرجل أحمل فيه جعل يحدث نفسه إذن سيأمر لي بشيء من بر أو قمح أو شعير صرعان ما يفنى ثم أعود مرة أخرى إلى المسألة فتلبسه هم وذهب فقالت له زوجه ما صناعة شيئا قال إنه يأمر لي بشيء من بر أو قمح أو شعير أو ذرة نأكله ثم يفنى بعد ذلك ونعرض نفسنا للمسألة ركب الرجل هم وجعل كذلك زوجه يعني تحاجه ويحاجها حتى مضت أيام ثم قالت له إذا فأتي بأي شيء يعني حلت لنا الصدقة فذهب الرجل إلى ذلك العامل لسعيد ابن العاص فقال له أي رجل لقد كان يعني يسأل عنك فإذ لم تأتي بأحد يحمل معك فقد أمر لك بأربعة من السوداني جامع أسود يحملون إليك إلى بيتك يحملون الشيء إلى بيتك فلما ذهب الرجل رجل نبيل كديم عفيف لكنه أيضا مسكين يحب المساكين فلما وصلوا إلى البيت وكل واحد منهم يحمل بدرة يعني زي الشوال كده فلما وصلوا إلى البيت فتح شيئا منها لكي يعني يعطي واحدا منهم يعني شوية أمحل وشوية حاجة يعني من باب الكرم يعني رجل حمل لك شيئا فأعينه وإذا سأيت معنا إن شاء الله فلما فتح فإذا بها كلها دراعي فقال سبحان الله جزوا صيدكم عنا خير يعني أقولوا جزك الله خير يعني طبعا فرحة عظيمة فقالوا إنه لا يأمر بشيء إلا وكان الشيء ومن حمله ملكا لمن حمل إليه فنحن الآن غدمك طيب هذا هذا قبل أن أغادر هذا المعنى هذا جوض مخلوق ليس بنبي ولا رسول ولا صحابي فكيف بجوض رب العالمين سبحانه وبحمده نستكبل حديثا إن شاء الله فيما يستقبل إن شاء الله رب العالمين يا للإنسان قبضة من تراب في بيداء العجوات مسكين لم يكن شيئا مذكورا فتعرض لحمل الأمانة العظيمة ومن أحق بنعة المسكنة من محاصر بالضعف مستعيد من شر نفسه لا ينهض حتى يعرض له هوى يقعده أو فتنة تتهادى بين يديه بضوء زالف فهو دائم الفرار إلى ربه من ضعفه وعجزه وعثرات الدنيا وربه يرحمه فيقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا مسكين إلا بالفرار اشتركوا في القناة